اعزائي طلبة وطالبات تالت سنوي اهلا بكم في فرنش اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية الفيديو ده ان شاء الله هيكون عن قاعدة مهمة جدا وهي النافي وهي موجودة في الدرس التاني من الواحدة التالتة ولازم يجي عليها سؤال او اكتر في الامتحان والنافي عندنا نوعين يا اما بيكون نفي كلي او نفي جزئي النفي الكلي هو اللي احنا عارفينه من قبل كده من سنة اولى و سنة تانية ان احنا كنا بنحط الفعل المتصرف بنا على متين نفي نو و با يعني مثلا انت رايح حمام السباحة لو انا هجاوب بالنافي هقول نو انا مش رايح حمام السباحة الفعل اللي عندي هو فيغ بقالي لما حبينا ننفي حطناه بين نو و با يبقى احنا كده نفينا الجملة النفي ده بنسميه نفي كلي يعني بننفي الجملة ككل وطبعا لو كان الفعل بادئ بحرف متحرك او حرف الاش بنحزف الاو من نو ونستبدلها بابستخوف زي مثلا انت بتحب الرياضة لو انا هجاوب بالنافي هقول نو هنا حطينا فيغ بقيمي بين ان ابستخوف و با يعني حزفنا الاو من نو علشان هو بادئ بحرف متحرك ولما تكون الجملة فيها فعلين يعني فعل متصرف والتاني في المصدر انه في بيقع على الفعل المتصرف مش على المصدر لان ما ينفعش احط المصدر بين نو و با اللي بيتحط بين نو و با لازم يكون فعل متصرف يعني مثلا الفعل المتصرف هنا هو يريد لكن المصدر هو يشرب لما نحب نجاوب بالنافي هننفع الفعل المتصرف اللي هو يبقى هنقول نو انت هتخرج برضو هنا فعلين الفعل المتصرف هو والمصدر هو علشان انفي يبقى هقول نو يبقى احنا علشان ننفي جملة بنحط الفعل المتصرف بين نو و با ولو كان الفعل اللي في الجملة دي بقى فعل زو ضميرين لما بنيجي ننفي بنحط الضمير مع الفعل بين نو و با يعني مثلا هو متنكر في زي طيار الفعل اللي عندي سو دي جيز دي فعل زو ضميرين علشان انفي الجملة هقول نو هنا دخلت الضمير بين نو و با مع الفعل يبقى احنا كده عرفنا ان النفي بيتم على الفعل المتصرف بنحط الفعل المتصرف بين نو و با ولو كان الجملة فيها فعلين واحد متصرف والتاني في المصدر بننفي الفعل المتصرف ولو كان الفعل زو ضميرين بننفي الضمير مع الفعل وبنحطه بين نو و با نيجي بقى لأهم ملحوظة لازم نخلي بالنا منها كويس لما نشوف جملة منفية وهي تحويل ادوات النكرة او ادوات التجزئة او الاعداد الى دو او دي ابوستخوف هناخد امثلة على الكلام ده اولا لو كان الجملة فيها اداة نكرة ادوات النكرة هم ا و اين و دي هقول مثلا هو معاه مضرب هنا كلمة غكت مسبوقة بأداة النكرة اين علشان اجاوب بالنفي هنفل الفعل عادي الفعل اللي عندي هو فغب افوار هحطه بين نو و با وهحول اين لدو يبقى اقول نو يبقى اين اتحولت لدو مثال تاني انت عندك كتب هنا كلمة ليفر مسبوقة بأداة النكرة د علشان اجاوب بالنفي هحول أداة النكرة د الى د يبقى هقول نو لا انا ما عنديش كتب وطبعا لو أداة النكرة بعديها اسم بادئ بحرف متحرك يبقى هنحولها لدو زي مثلا هل لديك صديق هنا كلمة امي بدأ بحرف متحرك لما نيجي نجاوب بالنفي هنحول أداة النكرة ا الى د يبقى هنقول نو يبقى احنا بنحول أدوات النكرة الى د او د عند النفي ولكن في حالتين مقدرش أغير فيهم أدوات النكرة رغم وجود النفي اول حالة اذا كان فعل الجملة هو يعني مثلا هل هذه كرة لو أنا هتجاوب بالنفي هنا مش هقدر أغير الى د لأن عند الفعل هو هنفي الفعل عادي ولكن مش هقدر أغير أداة النكرة يبقى هقول إنها لا تكون كرة الحالة التانية بقى اللي أنا مقدرش أغير فيها أدوات النكرة الى د او د رغم وجود النفي ان يكون الجملة فيها تعارض والمقصود بالتعارض ان أنا بكمل الجملة بعنصر مخالف للنا نفيته يعني مثلا أنا ما عنديش أخ أنا عندي أخت بعد كده بقى لو كان في الجملة أداة تجزئة أدوات التجزئة هم د ود 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 برضو أدوات التجزئة في النفي زي ما احنا قلنا بتتحول د او د يعني مثلا هو بيأكل جبنة لو أنا هجاوب بالنفي يبقى هحول د الى د يبقى هقول ن هل أنت تمارس تسلق الجبال؟ لو أنا هجاوب بالنفي هحول أداة التجزئة د ال يبقى هقول رغم وجود النفي اول حالة ازا كان النفي مش واقع على الفعل الاساسي بتاع الجملة زي مثلا هل أنت تحب أن تمارس الرياضة؟ لو أنا هجاوب على الجملة دي بالنفي النفي هيقع على الفعل المتصرف اللي هو يعني اللي هو الاساسي بتاع الجملة مش هيكون منفي يبقى في الحالة دي ما أقدرش أغير أداة التجزئة يبقى هقول non je n'ai pas faire du sport هتفضل زي ما هي الحالة التانية لو الجملة فيها تعارض يعني نفيت الجملة وكملت بعنصر مخالف للنا نفيته هقول مثلا il ne boit pas du café il boit du thé هو مش بيشرب قهوة هو بيشرب شاي هنا ما غيرناش أداة التجزئة دي رغم وجود النفي بعد كده بقى لو كان في في الجملة عدد لو الجملة فيها عدد برضو زي أدوات النكر أو أدوات التجزئة هنحول العدد إلى دو أو دي عند النفي يعني لو قلت tu yas quatre stilots هل معك أربع أقلام لو أنا هجاوب بالنفي هحول العدد كاتر إلى دو يبقى هقول non je n'ai pas deux stilots ليس معي أي أقلام ولكن برضو زي أدوات التجزئة أو أدوات النكرة في حالات معينة ما قدرش أغير فيها الأعداد إلى دو رغم وجود النفي الحالات دي إذا كان فعل الجملة هو زي مثلا هل هم ثلاثة أصدقاء لو أنا هجاوب بالنفي مش هغير العدد إلى دو لأن الفعل اللي عندي هو يبقى هقول وكمان ما قدرش أغير العدد لو الجملة فيها تعارض زي مثلا أنا مش عاوز ثلاث تفاحات أنا عايز أربع تفاحات وفي حالة كمان ما قدرش أغير فيها العدد إلى دو وهي لو كان العدد ده بيشير إلى العمر زي مثلا أنت عندك عشرين سنة لو أنا هجاوب بالنفي مش هينفع أحول عدد السنين إلى دو يعني مش هقول أنا ما عنديش أي سنة ولكن هقول أنا ما عنديش عشرين سنة يبقى هقول نو أنا ما عنديش عشرين سنة ونخلي بالنا كويس من التعبير يعني أبدا على الإطلاق ده تعبير ثابت على بعضه دو بتفضل بشكلها زي ما هي كده ما بتتغيرش لدو ده تعبير ثابت ده كل ما يتعلق بالنفي الكل بعد كده بقى هنتعرف على النفي الجزئي النفي الجزئي ده مقصود بيه إن أنا بنفي جزء من أجزاء الجملة يعني بنركز على فاعل أو مفعول به أو حاجة كانت بتحصل قبلي كده ومعديش بتحصل وبنستخدم فيه كلمات تانية غير نو وبا بنستخدم أربع تعبيرات يا إما بنستخدم نو بخسون لا أحد يا إما بنستخدم نو غيا يعني لا شيء يا إما بنستخدم نو جامي يعني لا أبدا أو بنستخدم نو بلو يعني لم يعد الأربع تعبيرات دول كل تعبير منهم بيستخدم لنفي جزئية معينة في الجملة وفي بعض الكلمات لما بتكون موجودة في الجملة بتعرفني أنا هستخدم أي تعبير منهم هنبتدل أول بنو بخسون يعني لا أحد ودي بنستخدمها لنفي الأشخاص يعني لما بيكون في الجملة شخص عاقل أو أشخاص عاقلين بنستخدم نو بخسون يعني بنستخدمها لنفي أي اسم بيشير إلى عاقل أو لو لقينا في الجملة كلمة كالكا يعني شخص ما أو كلمة الاستفهام كي يعني من هنقول مثلا هل يوجد أحد في الشارع؟ علشان أجاوب على الجملة دي بالنفي طالما عندي كلمة كالكا يبقى ما نقدرش نستخدم نو با ولكن هنستخدم نو بخسون لا أحد يبقى هنقول نو لا يوجد أحد في الشارع ونخلي بالنا بقى من نقطة مهمة جدا في الجزئية دي إن هنا حطينا الفعل بين نو و بخسون علشان كلمة كالكا جاية مفعول به لكن بقى لو هي فاعل يعني الجملة بدأ بيها ما أقدرش أحط الفعل بين نو و بخسون ولكن هقول بخسون نو يعني كلمة بخسون هتسبق نو وبعد كده الفعل يعني مثلا في حد بيخبط على الباب لو أنا هجاوب بالنفي على الجملة دي عندي كالكا هنا موقعها فاعل يبقى لما نيجي ننفي هنستخدم كلمة بخسون مكان كالكا تبقى هي الفاعل بتاع الجملة يبقى بخسون نو سنة لباخت ولو عندي كلمة الاستفهام كي مكان كلمة كالكا برضو بستبدلها ببخسون نو عند النفي يعني لو قلت كي صون على باخت مين اللي بيخبط على الباب لو أنا هقول ما فيش حد بيخبط على الباب هنشيل كلمة الاستفهام كي ونستبدلها ببخسون نو يبقى هنقول بخسون نو صون على بخت وفي نقطة مهمة برضو لازم نخلي بالنا منها لو كان كلمة كي او كلمة كالكا مسبوئين بحرف جر لما بنيجي ننفي الجملة بنستخدم برضو النو بخسون ولكن نفس حرف الجر اللي هيكون موجود قبل كي وكالكا بيجي قبل كلمة بخسون يعني مثلا انت رايح المزرعة مع مين هنا كلمة كي مسبوئة بحرف الجر لو أنا هجاوب بالنفي برضو هستخدم نو بخسون ولكن لازم حرف الجر ييجي قبل كلمة بخسون يبقى هقول أنا مش رايح المزرعة مع حد نفس الحكاية لو كان كلمة كلكا قبليها حرف جر زي مثلا انت بتتكلم مع حد لو أنا هجاوب بالنفي برضو هستخدم نو بخسون ولكن لازم استخدم حرف الجر قبل بخسون يبقى هقول نو أنا مش بتكلم مع حد يبقى احنا كده عرفنا ان كلمة نو بخسون بنستخدمها لنفي الاشخاص اي اسم بيشير الى عاقل بنستبدله بنو بخسون بعد كده بقى هنتنقل للكلمة التانية وهي نو غيا يعني لا شيء وهي بتختلف عن كلمة نو بخسون في ان هي بتنفي اسم غير عاقل يعني اي اسم بيشير الى غير عاقل بنستخدم مكانه في النفي نو غيا واهم كلمة لما بنلاقيها في الجملة لازم نستخدم نو غيا في النفي هي كلمة كالكو شوز يعني لا شيء زي مثلا انت بتاكل حاجة لو ان هجاوب بالنفي على الجملة دي يبقى هنفي بنو غيا علشان عندي كلمة كالكو شوز يبقى هقول نو أنا مش باكل شيء يبقى اول حالة بنستخدم فيها نو غيا لما يكون الجملة فيها كلمة كالكو شوز تاني حالة بقى لما يكون بجاوب على سؤال معناه ماذا بالنفي سؤال معناه ماذا يعني باستخدم فيه كلمة الاستفهام كو او كسكو طبعا او كوا هما التلاتة معناهم ماذا يعني ممكن اقول كسكو تي مانج او كو مانج تي او تي مانج كوا هما التلاتة معناهم ماذا تأكل لو انا هجاوب بالنفي هاحزف كلمة الاستفهام وهحط الفعل بين نو وغيا انا لا ااكل شيء يبقى هقول وممكن كلمة غيا تسبق نو زي لما كنا بنقول على وده لما بتكون كلمة كالكو شوز جاية فاعل في الجملة يعني الجملة بدأ بيها زي مثلا كالكو شوز طوم دي سيال هل شيء يسقط من السماء او شيء ما يسقط من السماء هنا الجملة بدأ بكلمة كالكو شوز يعني هي الفاعل بتاع الجملة لما حب انفي ما اقدرش حط الفعل بين نو وغيا لكن هستخدم كلمة غيا على ان هي الفاعل بتاع الجملة مكان كلمة كالكو شوز يبقى هقول غيا نو تون دي سيال لا شيء يسقط من السماء وطبعا ممكن استخدم نو غيا في النفي مكان اي كلمة غير عاقل حتى لو كلمة كالكو شوز مش موجودة زي مثلا هل انت تشرب القهوة ممكن اقول انا ما بشربش حاجة يعني هشيل كلمة دي كافي خالص وهستبدلها بكلمة غيا واستخدم نو غيا يبقى هقول نو جون بوا غيا انا مش بشرب حاجة ولو كان الاسم الغير عاقل اللي احنا هننفيه بنو غيا مسبوء بحرف جر او حتى كلمة الاستفهام كو مسبوء بحرف جر نفس حرف الجر ده هنستخدمه قبل كلمة غيا مثال انت بتتكلم عن حفلتك او انت بتتكلم عن ايه لو انا هجاوب على السؤالين دول بالنفي يعني هقول انا ما بتكلمش عن حاجة يبقى لازم استخدم حرف الجر ده قبل كلمة غيا يبقى هقول انا ما بتكلمش عن حاجة كلمة النفي اللي بعد كده بقى هي يعني لا ابدا وهي معناها النفي القاطع بتدل على ان الحاجة دي ما بتحصلش ابدا وفي كلمات محددة لما بتكون موجودة في الجملة بنستخدم في النفي الكلمات دي هي غالبا دائما نشوف مثال بقى انت بتروح النادي دايما لو انا هجاوب بالنفي على الجملة دي لازم استخدم علشان عندي كلمة يعني دائما يبقى هقول أنا مش بروح النادي ابدا تاني حالة بنستخدم فيها لو هجاوب على سؤال معناه متى بالنفي يعني هو بيقول لي انت بتعمل الحاجة دي امتى انا هقول له ما بعملهاش ابدا يعني عند استخدام كلمة الاستفهام هقول مثلا انت بتروح باريس امتى لو انا هجاوب بالنفي على الجملة دي يبقى هقول له انا ما بروحش باريس ابدا يبقى هقول وممكن نستخدم كلمة في النفي حتى لو الكلمات اللي احنا قلناها دي مش موجودة في الجملة علشان قدي معنى النفي التام او النفي القاطع يعني ممكن اقول انت بتروح النادي هنا ما فيش كلمة من الكلمات اللي احنا قلناها موجودة في الجملة ولكن ممكن استخدم انا ما بروحش النادي ابدا اخر كلمة بقى من كلمات النفي هي يعني لم يعود ودي بتنفي حدث كان بيتعامل قبل كده وخلاص ما عادش بيحصل ودايما بنستخدم ne plus لنفي كلمة encore يعني ما زال انت لسه بتروح الشاطق يعني هو كان بيروح الشاطق قبل كده وانت بتسأله هو ما زال بيذهب الى الشاطق ولا لا لو هو هيقولك انا ما عانتش بروح الشاطق يبقى هنشيل كلمة encore يعني لم يعود انا ما عانتش بذهب الى الشاطق وبرضو ممكن استخدم حتى لو كلمة encore مش موجودة علشان ادل على ان الحدث اللي انا بنفيه كان بيحصل قبل كده وخلاص ما عادش بيحصل وفيه كمان كلمة يعني اخر لو هي موجودة في الجملة معناها حاجة كمان او حاجة مرة تانية هنا برضو بنفيها زي لو قلت انت عايز كعكة اخرى يعني عاوز واحدة كمان هنا لو انا هنفي واقول لا انا مش عاوز تاني معنتش عاوز خلاص يبقى هاستخدم انا مش عاوز منه تاني دلوقتي بقى هنحل مع بعض اخطر الانو اجابة الصحيحة اول سؤال لا يتحدث الى نقط طبعا لما يجي يتكلم هيتكلم مع شخص عاقل يبقى هنستخدم للنفي هو مش بيتكلم مع حد السؤال التاني لا انا مش شايف ايه كلمة يعني شخص ما النفي بتاعها السؤال التالت مع مين انت هتخرج انا مش هخرج مع نقط زي ما احنا اتفقنا ان كلمة الاستفهام كي النفي بتاعها بخصان لان هي بتسأل عن شخص عاقل السؤال الرابع انتو بتتكلموا عن ايه نو نو بارلون دو نقط احنا مش بنتكلم عن نقط عندي في السؤال كلمة كوة يعني ماذا وهي بتسأل عن شيء غير عاقل يبقى هننفي بغياء السؤال نميرو السانك خمسة انتم لسا عطشانين نو 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 نقط صوف احنا معدناش عطشانين عندي كلمة انكور يبقى النفي بتاعها بلو السؤال السادس كالكوشوز توم باختاء في حاجة وقعت على الارض نو نقط نو توم باختاء ما فيش حاجة وقعت على الارض عندي في السؤال كلمة كالكوشوز يبقى النفي بتاعها غياء السؤال السابع تي كوم بخون لي مات انت بتفهم الرياضيات نو جونو كوم بخون نقط اومات طبعا الجملة دي المفروض ان هي بتوفيد النفي القاطع لكن ما قدرش اختار كلمة جامي علشان عندي حرف القرق قبل كلمة مات يبقى الجملة معناها انا مش بفهم شيء في الرياضيات يبقى كده هختار غياء السؤال الثامن تي رون فيزيت اجون انت بتزور جون نو جونو رون فيزيت اا نقط طبعا جون دا شخص عاقل يبقى هنا استبدروا بكلمة السؤال التاسع تي تليفون اجون انت بتتصل بجون نو جونو تليفون نقط اجون انا مش بتصل بجون. طبعا في الجملة دي محدش يتخدع ويقول هنختار بخصان علشان جون ده اسم عاقل. لكن لو نلاحظ ان جون اتكرر معانا تاني في النفي. كلمة بتحل محل الاسم. يعني بنشير الاسم من الجملة ونستبدله ببخصان. لكن هنا جون اتكرر معانا في السؤال وفي الاجابة. يبقى هنختار. السؤال العاشر. انت بتقول ايه? دي نقط. انا مش بقول حاجة. السؤال هنا بكلمة الاستفهام يعني ماذا? ودي بتسأل عن غير عاقل. يبقى النفي بتاعها غية. السؤال حداشر. انت بتبحث عن شيء. عندي كلمة يبقى النفي بتاعها غية. السؤال رقم اتناشر. انت اشتريت حلويات. انا مشتريتش حاجة. هو هنا بيسأل عن كلمة وده اسم غير عاقل. يبقى في النفي بنستبدله بكلمة غية. السؤال نمغوتخاز تلاتاشر. انت بتشرب ايه? برضو هنا عندي كلمة الاستفهام يعني ماذا? بتسأل عن غير عاقل. يبقى الاجابة عليها بالنفي باستخدام نوغية. السؤال نمغوتخاز اربعتاشر. المفروض نستبدل جون بكلمة من كلمات النفي وهو اسم عاقل. يبقى هنستخدم السؤال نمغوتخاز خمستاشر. جون لم يتحدث. هو لم يقول شيء. طبعا الكلام اللي هو هيقوله يعتبر من الاشياء يعني غير عاقل. يبقى نفي بتاعه غية. يبقى نوغية. السؤال نمغوتخاز ستاشر. كسك تي مانج? انت بتاكل ايه? طبعا هنا كلمة الاستفهام كسكو. الاجابة عليها بالنفي باستخدام نوغية. السؤال نمغوتخاز ست سبعتاشر. انت لسه بتمارس الرياضة. عندي كلمة يعني ما زالة. لما بنحب بننفيها بننفيها باستخدام يعني لم يعد. لان بنستخدمها لنا في حاجة كانت بتحصل قبل كده وخلاص معددش بتحصل. يبقى هو عايز يقول انا ما عنتش بمارس الرياضة. السؤال نمغوت زويت. 18. انت دايما بتروح السرك. كلمة يعني دائما من الكلمات اللي احنا بننفيها بنو جامي. يعني لا ابدا. يبقى هنختار جامي. السؤال نمغوت 19. 19. انت امت بتتضرب في الاستاد? السؤال هنا بكلمة يعني متى? هجاوب على السؤال ده بالنفي باستخدام لا ابدا. يبقى نو جامي. السؤال نمغوت 20. عشرين. انتو بتتكلموا مع مين? نو نو بارلون آ نوات. احنا مش بنتكلم مع حد. عندي كلمة الاستفهام كي? يبقى النفي بتاعها. السؤال نمغوت 21 واحد وعشرين. انت بتفهم الرياضيات. نو 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 بحن نوات لي مت. الجملة دي ممكن تفيد النفي القاطع لكن مفيش في الاختيارات عندي كلمة جامي. يبقى هنختار. السؤال نمغوت 22 اتنين وعشرين. انت بتروح صالة الالعاب احيانا. نو. انا مش بروح صالة الالعاب. طبعا هنختار جامي. ابدا. لان عندي كلمة يعني احيانا. ودي بننفيها بجامي. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. واتمنى تكونوا استفدتم منه. وان شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد. ميرسي.